مش نسين أمي الثاني أنت عم بتحيري بواحد أسس الطيار ما بيقولوا الواحد إيش هم بيري هيدا اللي عم بقوله نقطة طوفت برميل عمره 20 سنة منحكي الخلاف كان مبلش قبل ب7 سنين ما فيك تقول مخلونة بعد 30 سنة الوحيد النايب الفين يقمشي راسي ما رفوه ما حدا فيه يعملي بأصبعه هيك فأنا ما فيه يوقف جبران بسيل قدامي وخبرني خبرية السعدان على الشجرة وبدي زقف له توليت تحل مشاكل الناس بس مش توليت تتحلف معنا بيبري برأيك دخل الطيار بلعبة الفساد ايه أكيد انتوا بدكن حقوق المسيحية بس أو على ظهر حقوق المسيحية بتستفيدوا انتوا بس لا يوصل لمطرح انه أنا المرشح في غيري واللي ما بيعرف جزين بتربي انت ما كان بدك ينا ضمانة بعضنا كان بدك ينا نكون ضمانة جبران زياد أسفل شو نصنفك اليوم عوني عوني سابي او شي تسمي ثالثي شو نسميك العوني أنا العوني الحقيقي يعني صارو شو هن هاي تغير كل شي نحن ربينا على فكرة معينة بعضنا محافظين على ربينا على مبدأ معين او طرح معين اعتبرنا الأحسن او الأمثل من جملة المدارس السياسية الموجودة نحن بعضنا ورا هني سابقونا تطوروا تطوروا علماتهم ودروسهم على شي تاني ما بيشبههم بس بش غريب بعد ما كنت نمر الطيار متل ما كانوا يسموه كتير هلأ خين وعميل وكل هاو التسميات اللي بيطلعوا لك ياه وشربت من البير وكبات حاجات فيه هاو بيسمعون كتير بس هاو دي ناس منظمين ليعملوا معي ومع غيري ذات الشي واذا بيطلعوا بيخونوه بيسبوه بيشتموه حتى اذا اخد موقف بعض الأحيان مغاير للموقف اللي ممكن يكونوا هني بالدنيا او عم بيسوي قوله وانعم بيسوي قوله غلط يعني اذا اخدت موقف صح بعكس الغلط اللي هني ماشيين فيه بيرجعوا بيعملوا فيك ذات العمل بالآخر الوفا ما بينقاس بهني شو بدهم بينقاس بانت كمان بشو مقتنع وبشو مبدلهم انا بالآخر انا اللي عليهم هني ما لهم علي ورح لك ياها اكتر من هيك هني عملوك نايب هاي لأول مرة لا هني ما عملوني نايب هني فتحولي فرصة عمل نايب في فرق وهيدا واحدة من جوهر هيدا جوهر من مشاكلنا العديدة زمان انو انا عملتكن لا خي اذا انت عملتنا فيك تعمل مية وثمانة وعشرين واحد واذا انت عملتنا فيك تعمل واحدة وعشرين واحد وثلاثين واحد متل بعضا مش عم بيكونوا كلهم متل بعضا انت عطيتنا فرصة ايه نحنا كنا قدى ايه نحنا قدمنا مقابيلة كمان ايه بس انا هون بدي اقولك شغلة ما بيقدر الواحد هيك يجي يفترد من عنده انو هاو الناس نكرة وانا اوجدتن الفرق بيني وبين اللي بيسبونا انا قلي على اليون رح اقولك كيف قلي على اليون انا قلي على الجنرال عون شخصيا تعرف ليه انا عطيته خمسة وثلاثين سنة من عمري ملموسين يوم بيوم ساعة بساعة تضحيات فقر حبوسة وجرع الطرقات جرجر الطرقات ناس اضررت بمهنة ناس خسرت زبونيتها ناس خسرت مصرييتها ناس خسرت صحتها كرميل مرحلة معينة بيزار في معين نحنا قدمنا من لحمنا لفكرة اطلقها وعدنا فيه انا عطيته اكتر من ما هو عطاني انا عطيته نص عمري مقابل شي هلأ صار بالاخر اذا بتعترض على نتيجته او عندك رأي اخر فيه او عندك تجربة مريرة فيه او ذكرتك عم بترجع تذكرك بالوقع او تجي تقولون يا خي الطريق مش من هون في شي حكيني هون هلأ صارنا ايده هون بتصير خين وقليل الوفا بسراحة بس يقولوا لك يهون هون هون خين وقليل الوفا بس بينك وان حالك بسراحة بسراحة هون بأسرع حالة انا صراحة ما بأسرع لي بتعرف لك بمطرح ما انكسرت بمطرح ما ازعل بمطرح ما خيب أملاك انا عارف حالي صائد انا عارف حالي انه منطقته فيها ظروف تغيرات انون الانتخاب انون غير مساعد هذا من انون انتخاب هذا انون صراعات انا عم بحكي عن اقتصار الانتخابات عم بحكي عن هاي الحملات هاي الحملات هاي الحملات بدي اقل لك ببتزعلها اكتر الحملات هي بفاست انو بيجيك ولد اتصار له سنتين بالطيار بديجي بيعطي رأيو فيك ما بيأسر بس هاي ده الولد انا ويش بيتي ضل مسابر لحتى ما يضل يتغرر فيه لانو ممكن يصير فيه مثل ما صارفنا نحنا كان عمرنا تساتعش وطمانتعش وعشرين سنة هلأ نحنا بالخمسة وخمسين نحنا ما بدنا ياهن يوصلوا للخمسة وخمسين بزيت المرارة او بزيت الخيبات اللي نحنا عم نشوفها بالحياة السياسية مشانيك انا ما برد وما بخلي هاو الشباب اللي مغرر فيهم او اللي عم بيتحركوا من مكتب معين بميرنا الشلوحي انو اليوم سبوا زياد اسود بكرة سبوا براهيم كنعين بعد بكرة قلاعون شوي سيمون مرقوا علي اسبو صعب شوي اذا شي واحد حكالو شي كلمة مش عشبتون يلا خوونو نحنا بنعمل حرب ارهاب لننوجد اللي عم بيسبوا اليوم النواب ايه عم بيعملوا حرب جبران بيسيل بحركوا واحد ايه اكيد اهو اللي بيحركوا اهو اللي بيحكوا علي من ورش اذا بتتابع بالوقايع نظريا وعمليا كيف تم التخويني قبل الانتخاباته بعده بتفهم انو كان في هدف تشويه الصورة تخفيف التأييد ضربك من اساسك لحتى توصل بوقت تصير انت مستفرد وعم بيمارسوا عليك الارهاب وين بيمارس عليك الارهاب بس يطلع يخونك يقول بلا وفا ويزغر لك موقفك اه ما هو هلأ زعلان لانه خسر المععد تما يخليك تحكي الحقيقة اللي انت بتعرفه عنه بعد خمسة وثلاثين سنة من تجربة يومية وبالدقايق وبالتفاصيل وبالغرف المسكرة وبالصريخ وبالاعتراضات اللي كنا نقولها على عكس ما الكل بيعتقدوا انه ليش هلأ عم بيحكي حبيبي هلأ هلأ هيدا هيدا اللي عم بقوله نقطة طوفت برميل عمره عشرين سنة منحكي طيب هيدا قبل ما يطوف هيدا البرميل كان نسمع من النواب معظم من أصدقائك اذا فل زياد أسود تاني يوم من فل ما حدا بفل ما حدا فل ما حدا بفل لك تركوك تخلوا عنك انا مش منتظر منون شي ما انت بس تروع الحرب اول مبدأ اذا من انك ظهرك محمي بتحمي حالك بشجرة بحيط انا رحت على معركة ما فيهم ليا معركة ملفات ومعركة موقف مبدأة ومعركة واقف الاستخفاف بعقول الناس بكتير من المواقف والملفات والشعارات هيدا ما فيهم شي حملوا انا ملمتن بس في كتار بيعتبروا انك ساعدتن بفصلك انا ايه انا خدمتن بفصلك وساعدت سهلتن لهم الفصل لانو كبرت المشكل انا فصلت حالي قبل عقلا وفكرا وعطفتا امتين فصلت حالي بعد انتخابات او قبل انتخابات فصلت حالي قبل بست سبعة تشر من الانتخابات اللي منبلشت الامور تتراكم ويلعب بالمسلمات اعتبرت انا انه هيدا بس ما وجهت جمكان بسيل او وجه الجنرال عون لا وجهتن اكيد شو قلتن لهم وجهتن كيف صار باخر لقاء بينك وبين الرئيس عون ما صار امتين كان اخر لقاء قبل انتخابات قبل انتخابات قلتن لهم انت عم تشتغل ضدي انت بعد خانسة وثلاثين سنة ما قلت لك حق تعمل هيك انا بالاساس اقل لك ما بدي اترشح وجهت لهون قبل بسنة ونص من الانتخابات وعدت انا ويكفو قلت لك ما بدي اترشح ليش بتعرف ليش والاسباب عديدة العلاقة بالانتخابات بالمنطقة بالأداء البلدي بالأداء الحزبة العلاقة بالمفاهيم العامة والعلاقة بالمرشحين اللي انا عم بترشح عنه ومش زابطة قيد هنكون واضحين كان بوقت لا وقع تحكي ايدا الكلام ايدا الكلام ما حد ما لازم حدا يعرفه حكيت مع جبران قبل بسنة ونص من الانتخابات وجها لي وجه طلو انا ما بدي اكون ما بدي اترشح مش مقتنع انتوا رايحين عمهوره انا ماني ريد هاي النتيجة وانا ما بدي بدك تعمل بدك تعمل الانتخابات بهذا السلوك طلو اعملو انت انا ما بساوقو بس اللي صار معك صار بغير مناطق كمان انه كان فيه انحياز لمرشح ضد مرشح بس ما حدا راح قدك انا راح انا بقلك ليش لانه انت عتخالف مبادئ جوهرية بالانحيازات انت ما عم تخالف ما عم تجي تشيل نايب او تحارب نايب لانه فشل نعم تحارب نايب لانه زعجك بنايب ما بيشبهك او بمرشح ما بيشبهك انت عم تحارب واحد اسس الطيار ما بيقول واحد ايش هم باره بدك ياخده الخي ما حدا شارعك عليه بس انت عم تتعاطى مع الناس وكأنه هاي دي المقاعد هي ملكية خاصة انت تتصرف انت مغلطت انه طلعت الخلاف للعالم لا انا كانت اخرت مع زميد لقالك طلعت خلاف للعالم انا تأخرت لطلعت الخلاف للعالم الخلاف كان مبلش قبل بسبع سنين من الانتخابات سبع سنين شوف قديت اوالت بالي قديت شرعات مكتضيات المرحلة وظروفها وكنت انا بالاساس راس حربي بمشروع الطيار اللي انا بفهمه اللي انا كنت قوله هني ما بيحبوه واللي انا كنت قوله كان يزعجون وكانوا يتبروا منه تجاه عركة عمل تجاه القوات تجاه الفكرة بناء الدولة تجاه الرئيس بري كانوا يتبروا منه بس اطلعت على شي تصريح هايك مش عزوقهم وحدا يدقلون يقولون نحن مخصنا هيدا زياد اسود علما والناس لازم تعرف انه بعض المواقف كانت تطلب مني مباشرة لانه كان فيه تقصير بمحل تاني بالنواب ليش يمكن لانه كانوا بس يطلبوا منك تطلع موقف بعدين يتبروا منه خلي يجاوبوني هلا اذا بحدا بسترجي يرد هاي لانه كان فيه تقصير بمحل تاني كنت اطرعنا من ناحية عطفتي ومن ناحية ادبياتي ومن ناحية اخليئياتي ومن ناحية وفائي لشخص العمد بشالعون علما انه ما بدلني بهاو بذات قيمة اللي بدلته فيهن بس ما عندك ولا مركة بس تخون واحد اتل معك لسبب انت بتعرف انه مش صحيح ولو واقع انت بتعرف انه مش حاصلة معنات انت عم بتصفي بيرادتك بيرادتك ما في فارق بين تصفاية الميليشيين لشانعون صفيك بيرادته اه اكيد وقت اللي بيجي بيقول فصلوا وخلصوني منه وقت فصلني ما انا فاصل حالي ما انت سمت ارى الفاصل طلع منه او من جبران لا لا هو شخصيا بس في كتار من اللي فلوا من الطيار بحايدين الرئيس عون بيحملوا المسؤولية كلا لجبران بس انت ما بتحايدو انا بحايدو بعض الاحيان لانه بتضل كيف ما كان في عندك عاطف اتجاه رجل انت اشتغلت معه وعشت معه اكتر ما عشت مع بيك بس كمان متل ما هو عنده عتب عن ناس ناس عنده غضب لانه انا وقت اللي مشيت مع العماد مشالعون ولد خبرني شي حلو لمن وصلنا لنعمل شي حلو طلعنا بنظرية الولد مخلونا ما فيك تقول مخلونا بعد ثلاثين سنة شهده ضمار تغيير نظام تطيير صلاحيات تغيير موازين كوة محلية داخلية وسيزة سياسية وحزبية انا احتلال فقر سرقة نهب تطيير اموال الناس وطعبة ما فيك تخبرني انا لقلي انا مخلوني انا ما فيش مفهوم مفهوم يا بوصل بعمل يا ما بفل وبروح بحارب ضمن مبادئة اللي انا وعدت فيها الولاد انا ولد كنت انا عتيتك عمري ما تقلي مخلونا اذا هو بحب يقول ما خلونا لانه عنده ارتباطات بمطرح تاني وفيت بزوريب هو حر بس هو مش وريدنا هو وريد حاله يلعب بحقوق حاله يلعب بحقوق بيته بس ما فيه يلعب بحقوق ولادة بكك ميشال عوشي مرة بكيت بسببه لا لا ما ببكي بسبب حدا انا بس ما عندك حسرة انه ما اعتمعه وفدات بل اعتمعه مرات عديدة بس شفت انه لا بعد قبل ما تنتفق لا خلص خلص ليك ما فيك تكفي بعد الاحيان الحياة بتكمل لقدين وانت تاخد القرار بكتحمل مسؤوليته كلهم يفتكرين انه انا اخدت القرار كرمال المعهد انا اخدت القرار كرمال ضميري انا اخدت المعهد اذا عم بربحوني جميلة فيه اعملت نايب وما عملت نايب اجير كرسي واني بيعرفوا هالشي وما عملت نايب واحد يمسك من دانته ما حدا قدر مسكني بدانتي ولا حدا عبالي جايبتي انا الوحيد النايب الفيني امشي راسي ما ارفوه ما حدا فيه اعملي باصبعه هاك بس ومشان هاك انا عملت نايب ومرتح مع حالي ووقت اللي عرفت اني بدي قسقط كمان كنت مرتح مع حالي والشباب اللي حوالي كنت قلتلهم فيه كلمتان وفيه خطتان انا معهم مش قادر كفه وانتوا صرتوا مقتنعين بوجهة النظر تابعيتي في عنا خيار اتنان شباب قلتلهم فيه ما قبلوا بالدنيانة تطلعوا تعانى عامل المعركة وعصبيت المعركة وبالاخر بياخدوها بغير اتجاه بالمصاري تحريك المكانة الانتخابية ضده التدخلات الامنية ضده العجزة ضده فخامة الرئيس كان عم بيشتغل ضد وعلننوا باسمه اوكي قال هيدا خيارك انت حر فيه انا ما بشارعك بخيارك انا بشارعك بالنتيجة النتيجة كانت سايقوا خيارات غلط وقالي عشر سنين بقلكم بيجزين الخيارات غلط شبتوا هاي النتيجة فاين بس انا قلتلهم لشباب اللي حوالي قلتلهم انا ما بكفي بقى فيني ارتاح من هلأ قبل الانتخابات رح يطلعوا يقولوا الناس ومكانتهم سايقة الزكر هايدي اللي بتضل تكب إشاه خاننا تركنا بنص المعركة ترك الكبير ترك الخطيار خان الخطيار بلأ اخلاق وفيني روح معن بسقط وبفل وراح اسقط متلي متلون شو بتنقوا هون رح اتخون وبسقط وهون حكما رح اتخون وسقط بس الناس ما رح تفهم انه انا مش مقتنع بقى بحيد المنهجية السياسية الحزبية الإدارية بإدارة الملفات بتركيب ديد بيركب دان تجارة مطرح ما بده بقى خيه ما بيهز جفنو ما فينا انا كفي هيك انا ما فيني كفي على الاقل خيه انا خلص رفعت العشرة واستسلمت ما بقى بقدر كفي معن هيك قلت له انت شو بتختار قلت له ان انا بختار بفوت بالمعركة اسقط واتحرر وماني خايفة من السقطة ما نروح منشرب كاس وانتهى الموضوع وهذا القرار هيك طلع وقال له ما كنت كفيت وهذا سليم خوري النايب اللي معنا زميلنا سأله مكرا بس تشوفو النهار اللي بدوني سجله الوكالة سجله الليحة قال لي انا عمل له وكالة قال لي شو بعمل قلت له ما تسجل اسمي ما بدي اترشد قبل بساعة كان بعد فيه ساعة بليزو ما بليزو مدر شو اوكي قبل بساعة من تسجيل الليحة انا بعدنا بس هوا اثروا كلهم عليكم يعني الناس كيف دي انتخب حدا متل ما اثروا انك تخالف المبادئ متل ما اثروا انك تعمل اسلوكيات انتخابية مش مزبوطة متل ما اثرت الضغوط على الناس والتلفونات والتهديد ومتل ما اثرت شرية المساري ومتل ما اثرت كمان انت محطوط بمنطقة فيها ست خطبات مع الصيدة بك تحكي شي ومع الشيعة بك تحكي شي ودمن المجتمع المسيحي بدك تحكي شي ومع الفقير والتفران والغطبان بدك تحكي شي ومع الثورة والحركة المدنية الجديدة بدك تحكي شي وانت ما بدك تغير انا الصح وكلهم غلط ما بيمشي الحال طيب اليوم بقلب التكتل لبنان القوي في كتلتين في كتل عم تعد حسوا اكتر من اثنين كله عمرنا ثلاثة اثنين ما في انضباء يعني ديلك شغلة ما في روحية قناعات ثابتة في تجميع في شباب هني طيار وعونية اوكي معروفين وفي ناس عندهم في عونيين وباسيليين ايه هلا هو هاية التدويب واحد من اللي بس تشيلها الناس اللي هني ركائز التيار الوطني الحر روحا وفكرا وعقيدة ونضالا وتاريخ نحنا تاريخ انا ما في يوقف جبران باسيل قدامي وخبرني خابرية السعدان على الشجرة وبدي زقف له ما يا انا اقولي مثلي على الاقل اللي نحنا ما فيه خبرناه الخبار نحنا منعرف بالتفاصيل من بداية الحرب لنهايتها من بداية الطائف لمرورا للألفين وخمسة ستي سبعة ثمانية وصعودا باتجاه كل المحطة ومنعرف الدتاي كله ما فيه جي خبرني انه هاي هيك وهي دبها بتزبط وهي بتزبط نحنا صرنا عبق علمنا وفهمنا وخبرتنا صارت عبق وهيدا الدور رح يلحق الباقيين اللي مثله ان كانوا نواب وان كانوا غير نواب هو جرى بيسقق اخرين هكيد كل الناس تعرف جرى بيسقق ابراهيم وجرى بيسقق سيمو قلامة دق فيه لانه كانت ظروف منطقته وبعدين قلامة كان عنده مرشا على اللاحة اللي بده يدق فيك بيحط لك عشرة حدك وبيصير يشبقك بالسكاكين وبيعرف انه رح ينجح واحد اليوم انا وليس مصعب متميزين يعني عم بيخالفوا قرار التكتل علن بشرح رح يوصل للموس زيته بس ليه ما بيوصلوا؟ خدعة زيته ما بيع يحمل شو بعد فيه عنده لا شو شو بعد فيه ما انك عم بتشوفه لو ما الرئيس عم بينزل على الاحتفلات والمهرجانات فيه عنده مشكلة عنده مشكلة بالاعمار عنده مشكلة بالفكرة طيب لخي انا بدي ارجع على الطيار هلا اليوم شو الخطاب السياسي بدي ارجع ابني عليه منهجية اقدر طبق فيها عشرة بالمية من اللي انا بوعد فيه الناس الخطورة انك بتوعد الناس بشي بتعمل عكسه والخطورة انك عم توعد كتير وش عم تعمل يعني انت ما بق فيك توعد الناس اليوم الناس كلها فهمان اللعبة من اولة لاخرة وفهماني انه في اسمة مصالح ومنافع وكل هيدا العيات اللي عم بيصير النكوعات هي تعطيل اه او تمرئ وقت لحين بروز مراحل تانية بيرجعوا بيمشوا متل البط بالصف كنا معونوا منعرف كيف بيفكروا بالاخر بس تجي الخبرية بيصير بدوا لقيلك مبررات لا يصوت ولا يقيد ولا يعمل تسوية كان يعملها ايامتين بالطيار شو لها كان شو كونوا راحين هايك يقلكن قوعوا وروحوا هايك شو اللي ضيع الدني كلها كترة المعاكست بعضنا افكارنا عم تحكس بعضنا واحد قاعد بالطنجرة وكل شي عم بيخبط فيك ماناك عم تطبخ على الرايق فكرة تقنع الناس تقدر تطبقه ليك ايوك انا احسن تتحالف مع رئيس بري بالانتخابات كحركة امل مقابل نحل ملف اثنين ثلاثة ما عم بقلكن نبني دولة من اول وجديد هاي الدولة ما رح تصير دولة بس في ملفات بتهم الناس بتمس حياتها الشخصية المباشرة بينا من خلالها نعمل تحالف ونعمل انتاجية بالتحالف ما بدون قال لا توليت هلا مش وقت هاي انه ايه نعمل ايه قال لي ايه بوجه قدام سبعين واحد يطلعوا ينكروا قلت له يعني انت قلت له يعني توليت تتحل مشاكل الناس بس مش توليت تتحالف معنا بي بري كحركة امل ومنعرف الصراع قديشه كبير وجزين جزء من هيدا الصراع قال ايه توليت قلت له فاقزا مش هنتفق انا محامي بركب لك دانت نجرب مطرح مبدك ونحنا منعرف بالسياسي وبالديبلوميسي وبتدوير الزاوية ما تعلمني لقلي بس انا عم بسألك سؤال مش احسن نحل ملفات الناس ونتحالف مع الرئيس بري منكون حلينا مشكل في التشنج وفدنا من هون ورحنا على الانتخابات مرتحين ودهرنا محامي ايوه احلى لا منتحالف منوصل على الانتخابات كل واحد بيروح من مال منرجع منتقتل بيتعطل البلد بيضل في فراغ سياسي وقاعدين نلعب كباش كل النهار على الناس ما مع تاكل ما مع دواء ما مع جامعة ما مع مادرسي مش قدرة توصل لمصرياتها وفوق الدكة بتجيب له فاتورة كهرباء من وزير مش عارف الله ما نحطه ثلاثين واربين مليون ليرة لو واحد ما معه مليون ليرة بجابته خيال اعتباطية انت بتخلص اوكي انا حزبة وعنيف ومتشدد وقد ما بدك ومتعصب بس قللي خبرني شد الزنود هيدا انت بيخلص برأيك دخل الطيار بلعبة الفساد ايه اكيد اذا لاك فيك تدخل بالمباشرة وفيك تشوفها وتستفيد منها من بعيد ناقى واستحلى وهو بيعرف شعم بقله وفيك تعمل شركة ما تحط اسم زياد اسود بحط اسم داني حدام شو يعني هو بيعرف شو عم بقين هو بيعرف لانه انا حكيب حكيب ملفاته بيعرفه وما في حدا لاك ما في حدا هبيلي بلبنان في حدا بيستهبل حاله حر فيك تقول لا والله الدني بألف خير بس انا اخيي حبيبي بس اطلع فيك ببيتك وبسيارتك وبعائلتك وبظروفك بفهم تطورك وقت الواحد ما عنده كنابية بالبيت بيصير بده كنابية واحدة ب 12 ألف دولار و 13 ألف دولار بتفهم وقت الواحد كان يشرب شايصر بده يشرب مبيد بألف 2 دولار بتفهم وقت الواحد بده يكبر اكبر من حجمه كمان بتفهم ما في حدا السطلة بنعرف كل الزوية وانا عم بحكي بالمعرفة مش عم بحكي بالتهجم بس هوا بس تقولون في ناحيتين لرئيس عون يستفل الرئيس عون اذا هو شايف وراضي حر واذا هو مش شايف انا عم بقله شوف انت اياها برأيك يستفل كنت قل له هلا ما بقى بدي قل له شي انا هلا بدي اياه يرتاح كاتر خيره خدم عسكريته مرات ومرات وانا انا قديت له قصتي الى العلا والوفا متبادل ما في وفا وان واي مش الوفا بس مني لالو الوفا مني لالو عطيته باللحم الوفا منه لالي بده يعطيني اياه بترجمة الافكار بلا ايلي انا بس قل ايلي انا يعني اولادي وكل من يحيط فينا بس شوفت صورتك سيد اسود جرينك عزفت كانت ضد الاحتلال بس شو بتقول كانت ضد الاحتلال السوري بس شو بتقول بعض الاحيان ايه تعرف ليه لانه الشعب اللبناني بيعيش تقطيش حياته مجزقة انه اليوم هلا هيدا هيدا النضاع والاستشهاد والسيادة والحرية والاستقلال اوكي من روح فيها بالعاطف لان فعليين نحنا شوي عن محاربة الفساد بس بيرشحوا معهم فاسدين خي او عليهم علامة استفهام واحدة واحدة اتمنى هاتحكها مع حدا ونجيب سيرت حدا اذا واحد عليها شبهة واحدة توقف بتقول خي انا كيف عم بحكي شي ما بقدر نافزه ايه انا بقول انه نحنا عملنا كل هات تضحيات حطينا من وقتنا ومن جهدنا في ناس تأخرت لتخرجت في ناس ما كان معها تاكل في ناس ما كان معها انا بسميلك فلت من البلد في ناس فلت ما بدك شباب فل في ناس ما كان معهم يلبسوا جاكات بالبرد في ناس ما بتفوت عبايتهم برادهم فاضيك هذيك الايام كرمال هاي القصة وفي ناس فيفوتوا على الحبوسي صارت القصة متل الكفاية يعني كل يوم حدا ياخد حدا تيجي بتلاقي انه هاو صاروا عم يتخونوا خي هاو عطوك كل شي انت شو عطيتني بالموابل انا عطيتك كل شي ما تحكيني نيابي انا عحكيني مستوى ادارة دولة منظومة اه تطور تشريعي تطور مالي حكيني حماية حقوق حميلة حفاظ على كرامتي الوطنية هيك بتحكيني ما تخبرني عملتك نايب ما كان عندك حدا اصلا يعمل نايب ما علاش يعني انا وقت طلعت عجزين بـ 98 كانت واقف على 600 حاجز قبل ما اوصل عجزين ما حدا يخبرني يا الخبرية وقت وصلنا على الـ 2009 ما كان في حدا مؤهل منهم انا اخدت خمسة تلاف صوت زيادة عن كل اللي كانوا مرشحين علي حل معنا يا خي لانه كانوا الناس عم بشوفوني كل يوم بكل البيت طولوا بالكونا علينا ميوصة مش مقعد انا مشيت بهاي الحرب واقتلت بهاي المعركة لاخد عين نتيجة طلعنا بالاخر خي اوكي كل احزاب ما بتسواوا كلهم حرامية الوليد باك عنده دفتران الرئيس بري بده البقرة الحلوب الشعور شو اسمه القوات بادنا حصة نحنا بادنا حصة انا باد تكون حصة ولا بتكون تطوروا الموروسات وتطلعوا منها انتو بتكون شئفة جبنة ولا بتكون تحصنوا شعبا لحتى يأكل كله انتو بادكن حقوق الماسيحية بس او على ضهر حقوق الماسيحية تستفيدوا انتو بس اليوم شو استفادوا المسيحية من حقوق الماسيحية اليوم مثلا عم نلعب بمركز ايات الجيش. ايات الجيش صح. خبرنا. اوكي شلنا. شلنا قائد الجيش عينة حكومة تصريف اعمال بغياب رئيس. مين بيقلك انه بعدين بغياب رئيس وتصريف اعمال. بيعملوا. بيعملوا مش بس بقائد الجيش. بكل ادارة ومديرية العلاقة فينا نحنا. هي شو هي? عم نفتح البير من تحته نفرغ. لو كنت بعدك بالطيار في اجتماع لت. اكيد لا. انا ضد التمديد. بس انت لما بدك تناقش ليش مع التمديد. مش لانه انا مع التمديد. التمديد استثناء. تعيينه هو الاساس. هايدي القاعدة الانونية. انك انت اليوم في تداول سلطة واستمرار السلطة بشكل اه يعني بالتوقيتات. مش منقعد سنتان بلا رئيس جمهورية ومنجي بدنا نمارس كأنه رئيس جمهورية موجود. ما في شي غلط صارنا معوادين على الغلط. انا ضد التمديد. بس موقفي من التمديد اليوم لحتى ما يصير بالآخر. سوابق. اتفرغ الحقوق المسيحية المفترض انه نحنا نكون عم ندافع عنا. او على الاقل عم نحافظ علي ضمن التركيبة. لانه نحنا راحين عم جول هلا. مفهوم المسيحية لان راحين. واضعف شي المسيحية. على عكس ما بيصوروا. انا مع التمديد لانه انا اخلاق سوابق من خلالها تتعشط مزيد من المواقع على ظهر التركيبة السياسية والتسوية الاقليمية والدولية اللي جاي اللي ممكن تصيب المسيحيين بالدرجة الاولى لانه اضعفش. شو بروح بعمل هلا بروح بمشي بالتعيين. بشرع لحكومة تصريف اعمال اللي هو جبران باسيل بمهرجان الحدد بتلتعش تشرين قبل سبتعش تشرين. شا. طلع واقفوا يهز باصبعوا ويقولوا بدنا نجرفكم ازا بتعملوا حكومة. وازا بتخالفوا الميسائية وازا بتخالفوا الويش. بينسوا هاول بيسبونا وبيشتمونا بينسوا شو حكيين مبارح. ما بيحاسبوه على اللي قالوا. انت راح تحطيت. وليما نتقلفت حكومة. آآ آآ واللي منقربنا على الفراغ بعهد الرئيس عون. شو طلع حكي عن الرئيس الميقاتي. وانو حكومة شرعية. قوعة تعين وقوعة تقرب وما بعرف شو منعمل. وانا بوقتها كنت قللهم تتريت الحكي بتضر اكتر ما بتفيد. انت وقت اللي بتقول ازا بتعمل انا ما بعرف شو بعمله. بطلع بالاخر هو عم بيعمله. انت ما عم تعمل. بتصير مستخف فيك. والاستخفاف فيك عم بيأزي المسيحيين. احسن تسكت. لانه صار ضررك اكبر. لبقى تتمرجلوا عشي ما فيكن تعملوه. ان كان هو وان كان القوات وان كان مما كان. انا عم بحكي عالمستوى المسيحي. ما بقى تقولوا شي. طيب انت بتطلع بتقوله لو انا جيب ميقاتي اياك. وبتطلع بتقوله لو رئيس بر اياك تعمل جلسات تشريع وتشريع الضرورة وتشريع المؤقت. وهو هول منستعملهم عدة الشغل لانترطق ع بعضنا. اوكي. وكلهم مخالفين لقوانين. انا عم بحكي من زاوية مبدئين. هلأ بديك ترجع. هاي اللي زيت الحكومة. لانت حطيت له خط احمر ومحزير. عم بتقلي عمليلي هاك لانه انا مش طايق جو زيفان. صارت القصة على مستوي. تحت سقف المصلحة الشخصية تبعيته قداش واط واط سقف المصلحة عنده. وخلصوني منه. وبس يخلص خود مني. اذا خلص رح ينقضع اسلامين فرانجية. متل ما شايفك وشايفني. انا حافظه متل السكانر معلم. متل السكانر. بعرف كيف يفكر. لا يوصل لمطرح انه انا المرشح. ايه. ايه. هاي خبرية كلها من اولة لاخرة. وهيدي عم تمشي بزيت سياء المراحل السابقة. طيب نحنا قدام هاي الواقع. نحنا كمسيحيين بالدرجة الاولى. انا ما بعرف. شو ما رانامي. انا بدي اسأل اللي ماددعيين انه بمصلوا المسيحيين. عشرين نايب. تساطعش ب تساطعش. طيال الواقع. متأتل على واحد ازا طالعوا منه. اوكي تربيا انتو اربعين وعندك كتيب خمسة ستي ما بعرف قديش. اربع. سلامين فرانجية ما رح حكي عنه معروف. وان واضح. ومستقلين. والمستقلين. ها المستقلين شيلون عشان. لانه جبران مش عمل لهم حساب. هو بمصل كل المسيحيين. هو وسامين. تربيا انتو اربعين واحد. فسروا لي. فسر لي بكرة. قل لي بكرة وبعد بكرة ما عم بقلك بعد سنتان. لوان رايح. بهيدا الاداء لوان رايح. ما بدك جوزاف فهمنا. بس اسبابك مع جوزاف تخالف المبادئ الاساسية التي اعلنها العماد ميشيل عون. من زاوية تحسين التمثيل وتحسين المواقع. وضبط اذا بدك التلاعب فيها. جيبنا شلنا شلنا عملنا حملة عريات سلامي ما بتفهم. وانا دفعت فاتورة الاخبار عريات سلامي. من الاخر. هو والسايرة في وامتي وتا انتي وسميه وانا كما بدك. طلعت الصايرة في ابليكيشن للسرقة. بس انا وقت اللي عملتها كنت عم بيعتدع على القرابات. انا كنت غلط. بس واقف الاخبار. ما راح نحكي عن عن الصبيانية بشغل الملفات. طيب رياض سلامي. دبيك عريات سلامي المارونة. عب خمسمية ستمية مليون دولار مبيض اموال عبر خي وعبر ما بعرف. تخيي اوكي. لش المسروقين بالبلد. هن بس اللي بياضن رياض سلامي. انا اكيد. طيب انت وقت اللي بدك تقوص على رياض سلامي شلته. بس انت ناسى انه سياسة مصرا في لبنان هي برياض وبالرياض. هلق ليش سكتين. شو الدور اللي عم بيعملوا مصرا في لبنان? حتى. شو الملفات اللي فتحوها هلق بمصرا في لبنان? شو الحقيقة اللي عم تنكشف بمصرا في لبنان? وين التدقيق الجنائي بمصرا في لبنان? وين المعلومات اللي لازم هايدا الطقم اللي رح اعتبره انا منو مسؤول مع رياض سلامة عم بيجي يطلع الشعب اللبناني عم اصير امواله المنهوبة والمخولة نفسي منو كلو كم مليار مطروق بالبلد 70-80 الفجوة 100 مليار هاو مسروقين بالوزارات لعنو نحن بسيطة القصة البنوكة دينت الدولة والدولة فيها الحرامية جهزة فوتنا المصريات من هون لهون وراحوا انت جاي انت جاي تدقق بمصريات البنوكة بمصرف لبنان او بسوق تصرف مصرف لبنان بالمصريات جيد بس ميسرقون هاو بالاخر سياسين او لا بد يبلش بالقلب انو بوزارة المالية بس قول ميسرقونكو نحك عن الكل خي مشاريع وكميسيونيات ومشاريع وهمية وفوتير وفيه الف قصة وروايل بس تفوت على السياسة متلي انا بتبطل تفهم انك محامة بتصير بدك تروح تدرس شي تاني لتفهم عليهم كيف بيشتغلوا لا البلديات ما فياش فساد هاو اللي رأس البلديات المقضينا بالكازين اللي عمار من وين بيحاضروا بالصربون كلهم مصريات مين الهبات اللي عم تيجي مش عم بتفوت على السناديق والحسابات لمين وانية مين عم بيصرفها الخراب اللي بيوجود بضيارنا اللي ممكن كل بلدية فيها تشيل هم عن الناس مش عم بتعملو سعدة كل اللي عم بتقوله هادا كان خطاب الطيار بمراحل انا بعد نعليه مش عناك سألتني بالاول انت عاوني ولا مش بتقول لك انا العاوني هن العياري صاروا وقتل ما بتحكي اللي انا عم بقوله على الاقل مش عم بتهجم احدا انا عم بحكي مبادئ هون وعم بحكي ادبيات سياسية وانونية اذا ببطلوا تحكوهم هاو دي وتنفزوهم العاوني هي مقدر سيوا ولا العاوني هي مصلحة انو مين ما بيركب معنا منطلعوا هلا صارت القصة متل واحد راكب بالبوستة كله بيطلع فيه وكله بينزلش فيه بينزل عبل المحطة وفيه بينزل على المحطة بس بتكون واصل بلا دوليب وبلا فريمات هلأ فيه اصدقاء لك بعد بالطيار فيه ايه اكيد بتتوصل وسوا كيف لا كان وبيسترجوا يعدوا معك بمكان عام انا ما بخليهم يعدوا لانو فيه حدا معقد مريض نفسي ولك يا خيه ولك يا داني والله العظيم عايب واحد يحكي نحصرنا نواب وانا محامي ومحترم حالي حدا بيبعث سكرينشوت لواحد بيقل له ليك انت حاطت لايكس على تويتر على وعا تعمل ريتويت لزياد اسود وعا تعمل لايكس على هلا مين لنايب؟ نايب وغير نايب يخيي فارجيك ياهون هلا هلا انا قبل ما فوت بعضهم عم بيتصلوا بالشباب اللي معي بيقلونه ليك تركوا زياد اسود طاعهم على الطيار حبيبي ما فيك ترجع على الطيار اذا الطيار مش هيرفعلوا ورايه واش دقوا عجزين ما رح يرجعوا ما عم بيقلكون اياها من هلا نحنا فلاينا لانكون خلفتوا المبادئ فلايتوا لوان فلاينا فينا نكون لحالنا خيه بكتشتر سياسي بعد اكيد اذا اهل جزين ومنطقة بالدنيانة اشتغل رح اشتغل لو معي رح يبقى قالوا لا في حبوسة ساعة كل الناس وما حدا في كلنا نحنا ما حدا في كلنا انا عم فسر له اياها بلا باقة لانه متل ما عملت انا لك انا كاركتير فيني يكون محامة وفيني يكون خورة وفيني يكون ركب على الدبابة فيه كنت مشكلجي وتخبت العرب فيني كنت مسالم لدرجة باردون عالتعبير بتبزق بوجي ما بردعلك انا بقدر اعمل هاو الاربعة هو عم بيطعطى معي من كأنه اذا بطلت نايب صورت مستضعف وبالزاوة هو مش فهمان انه قبل ما عامل نايب انا ما كنت له مستضعف ولا بالزاوة بس هو كان ناعد بالبات هو هو اللي مثله بس انت بمرحلة كنت اذا بك تروح تقعد مضعم يفوتو عليك يفوتو عليك وكل هالقصص لانه كانوا عم يفوتو عليك بدي لك شغلة هنه زيتهم اللي انا دفعت عنهم وعن كرامتهم وحمايتنهم سمعتهم بحجة انه نحن عوادن مش زعران انا الادمة انا المش سارق انا المش مادد انا المقبلت رشبه انا مش قابد كوميسيون انا دفعت عن انا وعن اللي بيشبهوني من الشباب اللي بقيوا معي هنه اللي بيحب يهرب يهرب اللي بيحب ما يواجه ما يواجه اللي بيحب الناس توصل ع مطعم تسبه وتعمله حركات نابية بحجة انه نايب هو حر بس انا كرامتي قبل النيابة وسمعتي قبل الطيار ومركزه السياسي اللي انا بحترمه لانه انا قاعد عليه للا الباع وللا الدعوة بس في اللي انا شتروه بيعوه ودعوه سوق انتو حرين بس انا نايب بحترم الكرسي وبيحترم الناس اللي انتخبوني وانا لو سارق ما نزلت قاعد بين الناس ولو خايف من حالي ما قاعد بين الناس اللي خاف من حاله وقاعد ضبضب حاله وقاعد تحت الدراج يسأل حاله شو عامل ما حدا بيتطول علينا نحنا لانه نحنا عوادم نحنا مسلنا الناس بشكل سليم اوكي انا عندي موقف سياسي كنت منتمي لتيار عليه غضب فاين ما بقول لا انا بحمله بس مش لا درجة بيتنزل عالمطعم تعملي حركات تعملي بس منتمي وتعملي وتسبلي امي بقابرة وتسبلي وبنعمل ونسوي فيك هاو بيقطعوا مع واحد خي مارق مارق الطريق على الحياة انا ما مرقتش مارق الطريق على الحياة هاي دي الحياة التانية هلأ يعني هشنا العمر عمر عين بها 30 سنة ما ما رأت انا شاب قاعد بالملجم خبه سيفر بيو علمو كم معو مصاري خلقين ملعقة الدهب بيتمو لحتى يجي يقول انو اوكي عمت لا انا مارق علي اكتر بكتنوا كلهم بالملاجي وعاليوبالا عاليوبالا كانوا مش معي انا بيطلعوا هول جامعة التيار وغير التيار انو بصيروا ينادي تنمروا كيف عملت عودة؟ تعريشوا اللي بيقهرني بس يشوفوني بالطريق يا بيقربوا بيبوسوني يا بيزيحوا حاولوا بيتنمروا بيحكوا خي ما زالك عنطر وبطل طعا تفضل حكيني بوجه يا بيقرب بيبوسك بتصور معك سيلفي هو ذاته بيبقى ما مخلي شي عليك وانا بتحكلهم لانو لك بس تعرف الحقيقة وتعرف الناس وتتفهم صارش مرة كنت بمناسبة بيعزر هيك وشفت النواب من الطيار من القراب جبران سلمتوا عبعد؟ لا عملولي هيك استحوا يسلموا تبا هي حدا يصورهم عملوا كرامب ضغرب المال حرام كيف صرت عوضة بالأساس؟ ناس فادي سياته بنفسه انت بتطلع لتعزب جزين بيدفن انا جاي عكسروان عم بعزخي اكس وجبرت حالي او بدي اوقف مع اهل العزة اتقبل تعازم ان كان للناس اللي ميرقى ان كانوا بيحبوني ما بيحبوني معي او مش معي على الاقل من باب اللياء والاحترام والتهزيب والاخلاق والعلم اللي بيمد ايده بتمد ايده اللي بيعمل لك ايك تعمل له هيك ما في مشكل نحنا عنا عوايد مختلف في ناس مسطيل لدرجة بالنواب ما رح سميهم طلوا عاجزين انت يتقبلوا عزب اوكي انا ابن ابن الضيعة واللي متوفي جاري ونيب سيدي وعملت ويش بيتي ويري انا عمد ايدي عملولي هيك كشو مثل كأنه شام حبيبي انت جاي عاجزين يا بتعرف باللياقة يا ما ما بتعرف انت عملت يا بتعرف باللياقة يا ما ما بتعرف ازا ما بتعرف باللياقة روح عالبيت خلي امك وباياك عالموك حتى التهزيب الاجتماعي ما بيعرفوا فيه بس يتركن الواحد بيعملوا كرامب بالاخليق بيعملوا تشنج بالمعدة هاو بمثلوا الناس بالتهزيب كل العالم بتتطلع انو خيشو فيه انا مديت ايدي وبلايت خليت ايدي ايدي ممدودي تيمدوا انا نايب جزين انت ضايف تيجي بتحترم العالم انت نايب سابق بجزين نايب سابق بس انا بعضني موجود وفعليا بعضني موجود وعدديا بعضني موجود وتقييد الناس بشي زين بعضه موجود وعايش بايناتهم تجي بتك تحترمنا ما بتعرف تحترمنا ما تجي لعنا متل ما احنا بنحترم بصروا عند الناس التانية ايه ناس للأسف ما بعرف اذا بينزعونوا سقفتهم ما بعرف شو صاير فيهم منزوع على سقفتهم ما بعودوا يفرقوا بين خيه هذا الظلم يقعد 35 سنة اتل طلع نزل اخذ مواقف كنتوا تزقفوا له اختلفوا اياهن انا ما اختلف مع جمهور العوني انا بمثله بعدني عم بعبر عن رأيه بعدني عم بعبر عن غضبه بعدني عم غبر عن انكساراته وخيباته انا بمثلهم انتو بصيروا نسخة قالت لا يرضو جبران انو امن شيل التويتر ولوك اخر همه اذا بتحطه ولوك شيل اللايكس بالاخر نحنا عم نحكي مع الناس دور تو دور وما في بيت بفوت على داني الا ما فيت معي ملفاتي انا ما بكذب على العالم انا بخبرهم حقيقة مجرة نرجع شوية للبديات كيف عملت عاوني؟ كيف تعرفت على مشارعون؟ انا كنت صليب احمر بالحرب عملت عاوني من زاوية انك تلاوي متل ما قلتلك التيار يعني انتيقوات كل شيء مش انتيقوات بمعنى انتيقوات بس انا بالنسبة لك كل شيء ميليشيات ما قدى نتيجته والدليل كل الأحزاب المسيحية اللي توالت على السلطة وحكمت منذ تأسيسه نواب وزراء حكومات انتخابات بعدين قشت الحرب ميليشيات بعدين رحت الحرب فتنا بالطاقف كلهم فاتوا كلهم دون قسسنا كتاب قوات كتلة الى مرحلة مال احرار الطيار انا ضد الميليشيات انا رحت على الطيار من زاوية اللي وعدني فيه ميشيل عام الجنرال الدولة السيادة خروج المحتل انا ما رحت لهونيك لانه القصة قصة شبوبية لا ريمو قدي الله يرحمه كان برا مبادئ حلوة بس ما قدر ترجمها شفنا بميشيل عون ترجمة مبادئ ها فتت 98 91 انا هلا برمع كل الكتلوية رح يجاوبوك ذات الجواب شفنا بميشيل عون ترجمة مبادئ ريمو قدي اللي ما قدر عملها وقتل الطريفة على المنفى مع بدلة جيش بدلة جيش اللي هي عطيتها ايضا انت ما فيك بعد ثلاثين خمسين سنة خمسة وخمسين سنة تجي تقلي فينا وبدنا وما يطلع منك ما خلونا وانت بالسلطة الكتيب حكموا الى ما شاء الله مع رئي جمهوري ومع رئي الشهيد بالظهر ومع شاهد بيظاهرون تجي تقلي نتيجة المسيحيين السياسية الاجتماعية الانمائية الاقتصادية الدستورية تسميهم مثل ما هاي هي نتيجة فعل هاوديك كلهم مشانات وقت اللي رحنا مع ميشيل عون كنا شايفين افعال الميليشيات ونتايج ممارسة الاحزاب وشاب مشاركتهم كلهم بالسلطة كانوا عاطينا بلد مقصة نتقتل على الهوية خطوط تماث وتعرف وحروب جينا مع العماد ميشيل عون خمسة عشر سنة خبيط ولبيط خمسة عشر صاروا سبتعاش ثمانتعشر سنة سلطة ما بقى في يجي واحد يقول لي انا احسن من تجربة فلان والتجربة فلان احسن يعني لا سامير جعجع فيه خبرني عن التجربة لانه كنا ولا الجنرال بعد بيقدري يقول لي بدي اعمل لانه عملنا ولا جبران فيه وعدني لانه شفنا ولا سامي طالع منه لانه كنا واسلامين فرنجيه كمان مع حفظ الالقاب جده كان رئي جمهوري وصلنا لنتيج معينة طيب هاو المسيحيين بهالخمسين سنة اخدوا هاي النتيجة خييي انه شو نعطرين بعض فكرك يعني انه هاو زيتون ما تركت حدا مشارك بكرا وان بكشتبتي معين لا خييي انا عم بعطيهم تقييم الفكرة المسيحية الحرة اللي ما بقيت خييي انا ايه بس فيه واحد اقدره اقل يعني فيه واحد فات بالسلطة الهاتب فيه واحد فات خمسة عشر سنة فيه واحد عامل رئي جمهوريه كانوا اللي فلسطينية عكتافوا متل اسلامية فرنجية فيه واحد عامل رئي جمهوريه فاتت الحرب والمؤاطعة بوجه متل امين جميل وانهيار اقتصادي وفيه واحد عامل رئي جمهوريه ست سنين كمان عاملوا فيه اللي ما بينعمل بس النتيجة طبع الممارسة السياسية والانحرافة عن المبادئ والقواعد اللي نحنا موعودين فيها كمان له سبب اساسي انه انت ليش بتنهار كل عهودك كل العهود انهارت ليه يعني بمكان ما وقت الاجه اسلامية فرنجية بده يضرب الفلسطينية قلو لقوعة وقت الاجه شعر الحلو بده اعمل اتفاق الطائف هذه كل التبريرات وقال لا مش الان كمان ها التبريرات مسؤول مش الان وعد حدا يقولي مش الان بس كمان عنده تبريراته بس بالاخر تبريراته فشي والنتيجة اللي عم نخيدها نحنا وبدنا نكمل فيها شي تاني لانه تبريراته ما بتنحل احتمالات اللي جاية وتبريراته ما بتساعد على تخطي المخاطر اللي جاية وتبريراته بعد خمسين سنة ما بتعني انه المسيحيين اليوم يرجعوا يقدموا الولاء لزيت الاحزاب ذات الافكار ذات الخطبات ذات البيانات ذات الشعرات وبالاخر ضعف ذاته عم بكمل ويتزايد ما فيك تخبرني ذات الخبرية اليوم شو رايك بنواب شزين الحاليين مهزبين رايين ما عندي انا يعني اصدقاء ما في يعني مهزبين ما هيكا ما بتحمل لك انا بفهم بفهم التنافس فين اتنافس معهم بكل حرية بتعرف لا لانه هن التنافس مع واحد بغير الحزب هايين فيك تتنافس معهم بالملف فيك تتنافسوا بالحضور فيك تروع عند الناس بيسلموا اذا بكتنادي بيسلموا ايه كلهم بيسلموا ما بيعملوا كرامب ايه داكي هو ديكي ما قالوا انش طعمي كلهم بس الفرق انه انت اليوم تتخاصم مع حدا خي فيك تتليقى انا اللق بتليقى انا ويوم شرب مشرب هو بالصدفة بواجب بكزا خي التيار العوني او هاو البسيلة مجانين خي بيعملوا عدوات على الريحة اذا ما اهل البيت اللي كانوا عم تعملوا عدوات شو تركين للغريب والاخية بتشوف الرئيس عون هيك اخده وزير بيسير بهالجولات انا قلتله طلي عجزين وبعدتله خبر مع حدا احد الوزراء قلتله نصيحتي تقلله لفقامة الرئيس ما يجي عجزين ما رح يشوف شي رح يحبو ويعجبو جزين تغيرت ما صدقوني وهلأ فاكرين انو جزين بترجع ما هترجع جزين تحررت اولا من هايدي السلوكية والاعباء هلا ببضلوا موجودين بحارتو شوية اوكي الناس مش قادرين يعبروا عنو لك نادوي سقافية سياسية للتوضيح والنظريات الطيار او لبناء سقافي عندي جيل جديد ما فيه انت كيف تعمل احزاب الاحزاب شو شو هي بنيان مؤسساتي لفكر سياسي بدو يطلع من تحت وطلوع اذا انت من فوق مش قادر تعمل نادوي للي تحت ناطر اللي تحت يكمل معاك اذا مش قادر تعين منسق يقدر اللي مضايعة او يعمل نشاط او يعبر بدل السياسي التعبير مش قارين جريدي الشباب ما بيمشي الحالات وما رح يمشي الحال جزين عدت عصابيها باللي عملوه بالانتخابات واللي عملوه بالالفان واثمانطعش كان زيت اللي عملوه بالالفان واثنين وعشرين ما فيك تجرش على ظهر اهل المنطقة اهوائك وانحرافك السياسي والانتخابة وترجع تقول له هاو الناس النا وبيمشوا معنا لا بيمشوا معك اذا انت ماشي صح واللي ما بيعرف جزين بتربي بتربي المتربي وببلطين اذا عامر جبران بيصير رأي جوري شو بتعمله ما بعمل شي انا ضده اكيد وبكل مين رئيس الانسب للمرحلة لك ما في شوف انا صديقي جزيف هاون وسلمان فراجيه كمان صحبي انا ويهو والاحترام التلاتنين من كامل بس انا ايل لون هيك مقدارد اشي هاي انت عامل رئيس وصعب بذات الوقت اذا انت مش معترف انه هذا الموقع لا يمكنك من خلاله ان تمارس ما تحلم به او تفكر به او يمكن تنفيذه من خلاله انت جاي تورت مشكله او تتعايش معه الكل للأسف عم بيهربوا من من نقطة واحدة نحكي بسمع بيان مسلا قال شو قال بداية المشوار تبدأ بطاقة انتخاب الرئيس بالحلول شوائي قبل بداية الحلول التقام المجلس وكنا مقاطعين شوائي بداية الحلول تقليف حكومة كل حكومة بدا سنة تتتألف بيجوا شهران بيتقتلوا بنرجع بداية الحلول اعادة النظر بجرأة وبوضوح وبمصدقية وبالنظام السياسي وبالقوانين التي من خلاله هذا النظام يمارس عمله غير هيك اذا اجا مار مارون معه مار شربل عمر رئيس جمهورية بدون صلاحيات بدون دور بدون افق بدون امكانية التنفيذ بنظام متعدد الرؤوس مش راس واحد بيحكم والمؤسسات بتمشي بمجلس نهار من بنجتمعوا عشرة لا نمطر السماعة ومنمطر الشنطة بوزراء مثل هذا طبع الطاقة وهزية نواعم يعني ما رح يمشي الحال ما رح يمشي الحال ما تحلموا امكان جوزيف عون ولا سليمان فرنجي ولا اكس ولا اقراج مما كان يكون واذا اجا جبران بسيل ذات الخبرية وذات القصة بالاخر بينسوا الشعارات الكبيرة بيطعبوا من المبادئ وبيروحوا على المصالح بالخليف بين جوزيف عون وبشال عون وجبران بسيل ماشي انا بدك رأييه الخليف سببه واحد اسمه جبران بسيل بده الجيش قالوا ليك اعمل ليه مثل ما بيعمل مع الكل بيجيب مدير بيصير بالاخر بده يامام صحة بيجيب وزير بيصير بده بالاخر هو الوزير وهديك بس شغلته طاعة طاعة وروح روح بيجيب نايب بس يقلوا لا بيصير خين وبيجيب مسؤولين على المهال اللي بيحط المعاينين بالحزب كلهم قول كل الحزب بتجيب هاولي بيقلولهم ايه بامرك يا معلم بريزيدان هاي كلمة بريزيدان هاي كلمة بريزيدان حلوة كتير نعم بتحرك الاحزب ايه اذا اجوا ما رح يقدر يعملوا شي وكل هاي المنظومة يقست لدرجة نزلت خطابة وراحت عالممكن عتبع ميشيل عون كرئيس وكجنرال وكقائد وكمعلم المحكيني بالحلو وعطاني المبادية هوات الضيعتنا المنطقة اللي نخلق فيا بكون منطقة خلقنا فيا وبس هوات بتكون بنسبة لقلنا اكتر من هيك بتعلم فينا بتعني لنا اكتر من هيك شو بتعني لك جزين جزين امي التاني انا بس اصل على جزين على المعبور عساة المعبور برجع ولد عمره خمسة عشر سنة وبس اظهر برجع بالخمسة وخمسين الطفل الذي يذهب الى امه ويعود وبمرق من حد امي على المقابر لانه نحنا تحت العضرة بمرحل المراحل كان مش ارعون بايك التاني كمان نيوم اذا بتقول بايك التاني السابق لا بعضه باينا التاني بس انا عنده عتب انا عندي غضب هو عتبان لاني ما عملت له البده ايه وانا غضبان لانه عمل غلط معي شو بتقول له تفرق بقول له لك ما بقى عندي شي عاطفي قال له ايه لانه بعرف انه ما بقى يقسر وما عندي شي ذكروا فيه لانه العمر قطع والتجربة مشيت بس بدي اقل له انت بتقول كونه ضمانة بعضنا انت ما كان بدك ينا ضمانة بعضنا كان بدك ينا نكون ضمانة جبران وهيدي نتيجة جبران بكل شي بكل الملفات وانت تدرك وارى بعينيك عندما تذهب الى الاحتفالات واللقاءات وارى بعينيك ما اقوله لك بس هو لا منشوف بعينيك انه مبسود بجبران ادمى ضحك وادما انبسط وادما شد وادما دعم يدرك ان هذا الخيار وهذه الادارة للملفات والعزب انهت مرحلة ثورية مضيفة مقابل اشياء احنا ما ما بنعرفها يدرك وانا هيدا اللي بيزعلني انه ع حياته يدرك انه هذا هذا الرجل ارتكب معاصة بحق ناس مؤيدين رفاء شعب افكار مبادئ ادبيات اخلاقيات انون ممارسات ملفات يدرك من عناه بعرف شو مصير الطيار بعد مش هنعون ما بعرف ما بعرف نحن عونية حقيقية يعني مش تيوانة ولا صينة رفاء ممكن ترجع يوما ما لا هيدا التيار لا هيدا هيدا من هو الطيار هيدا رجع الطيار هيدا نادي خاص لجبران بيسيل يتسلى فيه ويعمل بزنس من خلاله انا ماني نادي وماني اجير كرسي وماني مامسحها عند حدا نحنو نمثل بشر ان كنا مية ولا خمسمية ولا ألف لانو عتلنين هم كم واحد باقي معي ان كنت لحالي ولا معي ألف انا بدي امثل فكر الألف مش فكركم فكركم غلط زياد اسوات شكونا لقلك مرسي لقلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة